بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الخامس والتسعون والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب واللي بيغطي منهج الأي بلس شاهد تعلم واستمتع الـ DNS اختصار لـ Domain Name System كما ذكرنا سابقا فكل جهاز كمبيوتر أو انترفيس واجهة أو أي جهاز على شبكة تعمل بنظام TCB-IP أو اللي يطلق عليه Suite Protocol يجب أن يمتلك عنوان IP خاص به وهذا يكون برايفت على مستوى الشبكة المحلية ويكون فريد لا يتكرر على مستوى الشبكة وعلى مستوى الانترنت كل موقع إلكتروني وجهاز رح يمتلك Public IP Address أو عنوان عام خاص به فريد لا يتكرر وقد يمتلك الموقع الإلكتروني عدد من عنوان الـ Public IP حيث أن الأجهزة ترسل وتستقبل البيانات بناء على عنوان الـ IP تماما مثل شبكة الهاتف المحمول التي تعتمد على أرقام الهواتف لإنشاء المكالمات إذن على مستوى الشبكات المحلية أنا بستخدم الـ Private IP وهذا الـ Private IP لكل جهاز في داخل الشبكة المحلية يجب أن لا يتكرر مع جهاز آخر وعلى مستوى الانترنت كل جهاز أو كل موقع إلكتروني رح يمتلك IP Address Public عام وأيضا يجب أن يكون فريد وتماما نقدر نشبه العملية مثل ما تكرنا مثل لما نيجي نتصل بالأرقام الخاصة به الهواتف المحمولة فبالتالي مثلا على كـ Private IP عندي 192, 168, 122, 123 نجد هذا الرقم من الصعب على المستخدم أن يتذكر هذا الـ IP لكي يتواصل مع جهاز في الشبكة خصوصا مع تعامل جهازه مع عدد كبير من الأجهزة في الشبكة والكثير من المواقع الإلكترونية على الإنترنت لذلك يجعل ذلك مستحيل طبعا أن يحفظ هذه الأرقام لذلك لتسهيل العملية يتم استخدام الـ Host Names أسماء الأجهزة والعناوين الأبجدية للمواقع منما يجعل تذكرها سهل على المستخدم بدلا من عناوين الـ IP فالجهاز صاحب الـ IP Address 192, 168, 122, 123 نعطيه مثلا اسم هذا الجهاز يقع في أي موقع مثلا في موقع في داخل الشركة لو كان مثلا في المبيعات فنعطيه مثلا اسم قسم المبيعات إذا كان هذا الجهاز الوحيد في قسم المبيعات مما يجعل من السهل على المستخدمين تذكر اسم الجهاز والوصول إليه عن طريق اسمه كذلك مع المواقع الإلكترونية مثلا لدينا Google.com Yahoo.com طبعا هذه أسهل من التذكر فمثلا Google.com أسهل في التذكر من عنوان الـ Public IP التابع له اللي هو 216-58-198-78 مع العلم أن موقع جوجل لديه أكثر من Public IP وما تم ذكره هو مثال ولكن في نفس الوقت كما ذكرنا سابقا فالشبكة بنظام TCB-IP تتعامل مع عنوان الـ IP للأجهزة والمواقع الإلكترونية وليس بالأسماء نشبه القصة أن أنا عندي الهاتف المحمول اللي معايا مثلا أنا ما راح أقدر أحفظ أرقام الهواتف لكل الأشخاص فبقوم بتسجيل اسم بحيث أتذكر أنه هذا اسم الشخص فأنا لما باجي أتصل بأتصل بأنقر على اسم الشخص لكن فعليا في شبكة الهاتف المحمول بيتم طلب الرقم نفس الشيء أنا عندي في شبكات TCB-IP سواء كانت شبكة محلية أو شبكة الإنترنت بيتم التعامل مع الـ IP وليس بالأسماء لذلك كان لابد من إيجاد وسيط يربط فيما بين الأسماء وعناوين الـ IP وتم إيجاد بروتوكول الـ DNS كي يقوم بدور الوسيط فيحول الاسم إلى ما يقابله من IP Address فمثلا عندما تقوم بمحاولة الاتصال مع جهاز قسم المبيعات فسوف يقوم جهازك بالتواصل مع الـ DNS Server في داخل الشبكة ليطلب منه الـ IP Address الخاص بجهاز قسم المبيعات وعندما طبعا الـ DNS Server عندما يستلم هذا الطلب سوف يبحث في السجل الخاص به فيجد أن جهاز قسم المبيعات هو صاحب الـ IP Address 192.168.12.123 وكرد يقوم بإرسال هذا الـ IP إلى جهاز المستخدم والذي يستخدمه لإجراء عملية اتصال جهاز المستخدم مع جهاز قسم المبيعات وهذه العملية تتم في الـ background للاتصال أو خلفية الاتصال دون أن يشعر المستخدم بذلك ولكي يجب أن يتم إعداد الـ IP للـ DNS Server في داخل الجهاز الخاص بالمستخدم لكي يتمكن الجهاز من إرسال الاستفسارات إليه من ناحية عناوين الـ IP لأسماء الأجهزة بحيث أنه يطلب الـ IP Address لإسم جهاز معين أو لموقع إلكتروني معين هنا عندنا كأمثلة، هنا كمثال على private مثل ما ذكرنا 109.128.122.123 هنا بالإمكان أن هذا الـ IP Address نعطيه اسم Sales Department أو قسم المبيعات هنا كمثال على عنوان جوجل الـ IP Address الخاص به 216.58.198.78 بدل ما نتعامل مع هذا الـ IP Address مع العلم مثلا لو رحنا على متصفح الإنترنت وكتبنا هذا الـ IP Address بدل ما نكتب جوجل.com فعندها رح يتم فتح متصفح جوجل أو عفواً، السيرش الخاص أو البحث أو صفحة جوجل يوجد دينا في الـ DNS مصطلح الـ FQDN اللي اختصار لـ Fully Qualified Domain Name يعني اسم كمؤهل بالكامل وهي تعني اسم الجهاز أو الموقع مع النطاق وكذلك سواء كان مع المواقع أو مع الأجهزة كمثال لـ FQDN لما نقول اسم الجهاز Sales Department . Local أو على مستوى المواقع الإلكترونية كمثال www.google.com هذا يعتبر FQDN الـ DNS يتواجد في الإنترنت كـ Public DNS Servers أو سيرفرات عامة وكذلك تتواجد أيضاً لدى مزودي الخدمة اللي هما شركات الاتصالات أو الشركات المتعاقدة مع شركات الاتصالات وقد يمتركون سيرفر DNS عندها مزود الخدمة عندما يمتلك سيرفر DNS فيطلق عليه ISPDNS كذلك في الشبكات المحلية قد يتم إنشاء DNS سيرفر وإذا كانت الشبكات كبيرة فقد يتواجد فيها أكثر من DNS سيرفر واحد كذلك الجهاز الواحد أو الموقع الإلكتروني الواحد لأسباب تقنية قد يمتلك أكثر من IP Address وقد يمتلك أيضاً أكثر من Host Name أو أكثر من اسم وأكثر من عنوان IP وقد يمتلك عنوان IP واحد وأكثر من اسم أو العكس أكثر من عنوان IP واسم واحد ومثل ما ذكرنا تكون مجموعة هذه العنوان الـ IP تنتمي إلى اسم واحد الـ DHCP اللي يختصر لـ Dynamic Host Configuration Protocol اللي هو بروتوكول الإعداد الآلي للأجهزة أو الديناميكي عندما يتم إعداد الـ DHCP سيرفر في الشبكة فسوف يقوم بتوزيع إعدادات الـ IP على أجهزة المستخدمين والتي من ضمنها توزيع عناوين الـ IP على أجهزة المستخدمين ضمن النطاق الذي نحدده مثال من 192 168 11 حتى 192 168 100 وعندما يعطي الـ DHCP سيرفر عنوان IP لجهاز مثلاً أعطاه 190 161 فهو ليس لمدى الحياة وإنما هي عملية تأجير لوقت معين نستطيع نحن كمهندسي شبكة زيادة الفترة أو تقليلها وعلى جهاز المستخدم بعد انقطاع 50% من فترة التأجير إذا كان يعمل ومتصر بالشبكة فسوف يقوم جهاز المستخدم بإرسال طلب تجديد مدة الإيجار للـ IP Address الحاصل عليه وفي ظل ظروف التشغيل العادية يتم الموافقة على الطلب وفي حال انتهاء مدة التأجير دون أن يقوم بالجهاز بإرسال طلب تجديد مدة التأجير عندها يعود الـ IP Address 192.168.11 مجدداً إلى الـ DHCP سيرفر ليقوم بعد ذلك بإعادة توزيعه أو تأجيره على جهاز آخر يطلب إعدادات الـ IP من الـ DHCP سيرفر في داخل الشبكة الـ DHCP سيرفر أو الـ DHCP كبروتوكول تم بنائه من بروتوكول قديم وهو الـ POOTP وطبعاً الـ POOTAP أيضاً كان تم تطويره من بروتوكول سابق وفي النهاية وصلنا حتى وصلنا إلى الـ DHCP والذي ألغى هذه البروتوكولات القديمة الـ Client رح يستخدم الـ Broadcast والـ Client طبعاً هو جهاز المستخدم رح يرسل طلب الحصول على إعدادات الـ IP من الـ DHCP سيرفر من خلال الـ Broadcast يعني رح يرسل طلب إعدادات الـ IP لأنه محتاج إعدادات الـ IP رح يرسلها كـ Broadcast أي رح يرسلها إلى جميع الأشهزة الموجودة في داخل الشبكة المحلية ولأن الـ Router إذا وصلت إلى الـ Router لا يسمح بنقل حركة بينات الـ Broadcast وبالتالي رح يقوم بمسحها مما يجعل أجهزة المستخدمين تتواصل مع الـ DHCP سيرفر والذي يقع معها في نفس الـ Subnet أو الفيلان ولكن في حال كان الـ DHCP سيرفر موجود في سابنت أو فيلان أخرى مختلفة عن الـ Subnet أو الفيلان الموجود فيها أجهزة المستخدمين عندها سوف نحتاج إلى إعداد الـ DHCP Relay Agent على الـ Router بحيث عندما يستلم الـ Router الـ DHCP Broadcast Request أو طلب الحصول على إعدادات الـ IP اللي رح يرسلها كـ Broadcast للـ DHCP بحثاً على الـ DHCP في داخل الشبكة واللي رح تسألها أجهزة المستخدمين عندها الـ Router عندما يستلمها رح يقوم بتحويل الـ Broadcast إلى Unicast أي سوف يتم إرسال طلبات المستخدمين إلى عنوان الـ IP الخاص بالـ DHCP سيرفر مباشرةً يقوم الـ DHCP سيرفر بالرد على طلبات أجهزة المستخدمين بتوزيع إعدادات الـ IP لها كرد وتشمل الـ IP Address الـ Subnet Mask الـ Default Gateway IP Address طبعاً الـ Default Gateway IP Address والـ DNS IP Address بالإضافة إلى الإعدادات الإضافية التي قد يتم إعدادها لتوزيعها على أجهزة المستخدمين وكل جهاز مستخدم رح يحصل على IP Address ما الـ DHCP سيرفر فسوف يقوم الـ DHCP سيرفر بتسجيل هذا الـ IP Address والجهاز الذي حصل عليه في داخل قاعدة بيانات الـ DHCP لدينا من ضمن إعدادات الـ DHCP الحجوزات عندما نحدد مدى لنطاق عناوين الأجهزة التابعة لعنوان الشبكة مثلاً حددنا أن الـ DHCP سيرفر يقوم بتوزيع العناوين ضمن 192-168-11 حتى 192-168-100 فـ DHCP سيرفر تلقائياً سوف يقوم بتوزيع عناوين الـ IP بشكل عشوائي وفي حال كان ضمن هذا المدى عناوين IP مخصصة لأجهزة أخرى بشكل ثابت مثل الـ Router والسيرفر عندها سوف يقوم الـ DHCP سيرفر بتوزيع هذه العناوين إلى أجهزة المستخدمين مما يتسبب في حصول تكرار لعناوين الـ IP وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى أن الجهاز واحد سوف يعمل وياتصل بالشبكة بينما الجهاز الآخر اللي جاء متأخر والذي يمتلك نفس الـ IP Address لن يتمكن من الاتصال بالشبكة لذلك يوجد من ضمن إعدادات الـ DHCP الحجوزات بحيث نحدد عدد من عناوين الـ IP التي من ضمن المدى الذي يقوم بتوزيعه الـ DHCP سيرفر بحيث لا يقوم بتوزيعه على أجهزة المستخدمين مثال لو افترضنا أن الـ IP Address للراوتر هو 192.168.51 والـ IP Address للـ DNS سيرفر هو 192.168.61 عندها نقوم بالدخول على الـ DHCP سيرفر وإعداد حجز لكل من 192.168.51 حتى 192. لا عفوا هما هيكونوا عنوانين مش مجال مش نطاق فهنقول للـ DHCP احجز العنوان 192.168.51 واحجز العنوان 192.168.61 بحيث لا يقوم الـ DHCP سيرفر بتوزيعهما عندما يقوم بتوزيع عنوان الـ IP لأجهزة المستخدمين 192.53 الـ IPv4 مقابل الـ IPv6 يستخدم الـ IPv4 نظام عنوانات الـ 32bit مما يوفر أكثر الـ IPv4 مقابل الـ IPv6 طبعا هنا المقصود بالـ F هي اختصار الـ Virgin أو الـ Star وبالتالي عندي الـ IP الـ Star الرابع وعندنا الـ IP الـ Star السادس الـ IP الـ Star الرابع يستخدم 32bit كنظام عنوانة يعني الحجم عنوان الـ IPv4 هو 32bit وبالتالي هذا يقدم لنا أكثر من أربعة مليار عنوان فريد ولكن مع التوسع الكبير لشبكة الإنترنت كذلك ليس كل عنوان الـ IPv4 تستخدم في عملية عنوانة الأجهزة فهناك عنوان مثلاً IPv4 محجوزة للـ Multicast البث المتعدد في الـ Class D وكذلك لدينا الـ Class E الخاص بعناوانة المحجوزة للتجارب كذلك لدينا عنوان الشبكة وعنوان البث للشبكة هذه لا تستخدم في عنوانة الأجهزة مما يقلل من عنوان الـ IP التي يتم تخصيصها كـ Public IP في الإنترنت وبالتالي أصبح الـ IP الإصطار الرابع غير كافي لمواكبة توسع الإنترنت رغم وجود تقنية النات لذلك كان لابد من إصطار جديد الـ IP يقدم عدد كبير من العنوان يواكب التوسع الحالي والمستقبلي للإنترنت لذلك ظهر الـ IPv6 كإصطار جديد والـ IPv6 بيستخدم نظام عنوانة بحجم 128 بيت مما يعطي عدد ضخم من العناوين المحتملة تصل إلى هذا الرقم الكبير الموجود أمامكم وهذا الرقم العملاق يتم قراءته بالشكل التالي تلاثمئة وأربعيم انتسلين 282 تسلين 366 نوني لين 920 اوكتي ليون 938 سبتي ليون 463 سكستلين 463 كوينتي ليون 374 كودري ليون 607 تريليون هنا بدأنا بالارقام اللي احنا نعرفها 431 مليار و768 مليون و211 456 عنوان وبالتالي يظهر لنا العدد العملاق الذي يقدمه الـ IPV6 كعناوين سوف تجعل منه موجود لفترة طويلة من الزمن وقبل اكثر من عشر سنوات وعملية التحويل في شبكة الانترنت حول العالم تتحول تدريجيا من عناوين الـ IPV4 او الاصطار الرابع لعناوين الـ IP الى عناوين الـ IP الاصطار السادس لكي يتحول الانترنت بالكامل الى الـ IP الاصطار السادس فمن المتوقع ان احنا ممكن نحتاج ايضا عشر سنين قادمة او اكثر حسب سرعة التحويل لانه مثل ما ذكرنا عملية التحويل بتتم بشكل يعني تدريجي ويكون هناك تقنيات تربط الاتصال ما بين الـ IPV4 والـ IPV6 من الاختلافات فيما بين عناوين الـ IPV4 والـ IPV6 هي ان عناوين الـ IPV4 او الاصطار الرابع للـ IP يتم كتابتها بالصيغة العشرية من صفر حتى 255 بينما عناوين الـ IPV6 فيتم استخدام صيغة الـ Hexadecimal وهي مزيج من الارقام والحروف فالارقام تبدأ من صفر حتى تسعة والحروف من A حتى F الجدول التالي يوضح بعض خصائص العناوين كمقارنة بين الـ IPV4 والـ IPV6 فيوجد لدينا اللوبباك آدرس اللوبباك آدرس هذا عنوان بيكون موجود على كرت الشبكة على اي كرت شبكة بيكون موجود ومدمج فيه من خلاله نصطيا نحن نعمل بنك للتأكيد انه نظام الـ TCP slash IP موجود ويعمل على كرت الشبكة بالشكل الصحيح وهو 172 على مستوى الـ IPV4 عفوا 127 001 يقابله في الـ IPV6 السبع خانات كلها أصفار والخانة الثمانية واحد ويختصر بـ وزي ما احنا ملاحظين ان عدد الخانات في الـ IPV4 هي أربع خانات بينما في الـ IPV6 هي ثمن خانات لدينا الـ المدى الخاص أو المدايات الخاصة بالعناوين الخاصة الـ وهي تستخدم في داخل الشبكة المحلية وتكون مجانية بس لا نستطيع من خلال الاتصال بالإنترنت وهي عندي العشرة ثلاثة صفار عندي من 100 هذا على ضمن المستوى الكلاس عندي 172 16 صفرين حتى 172 31 صفرين هذا ضمن الكلاس عندي 190 168 صفرين هذا ضمن الكلاس يقابله في الـ IPV6 دائماً رح تبدأ بالخانة الأولى من اليسار إلى اليمين F E C 0 لدينا العناوين اللي تم إعدادها تلقائياً أو أوتوماتيكياً على مستوى الـ IPV4 لدينا الأبيبة بحيث أنه لو إحنا عددنا الجهاز أنه يحصل على عنوانه أوتوماتيكياً ولم يتمكن من الحصول عليه من الـ DCP سيرفر عندها رح ينشئ عنوان أوتوماتيكياً ضمن عنوان الأبيبة اللي هو 169 254 00 يعادله في الـ IPV6 F E 80 وهذا يطلق عليه الـ Link Local Address إذن هذا يعتبر يوجد لدينا نوع من عنوان الـ IPV6 بيطلق عليه الـ Link Local Address هو شبيه بالأبيبة في الـ IPV4 حيث سوف يقوم كل جهاز يعمل بنظام TCP slash IPV6 سوف يولد لنفسه عنوان Link Local 1 بشكل تلقائي دون تدخل بشري ويتم إنشاؤه على الجهاز هنا الفرق عن الـ IPV4 أنه سواء تم إعداد عنوان Private IPV6 أو لا في كل الحالتين راح يقوم الجهاز بإعداد Link Local Address بشكل محلي بشكل تلقائي في داخل الجهاز و Link Local Address هو غير قابل للتوجيه أي لا يتصل مع شبكات أخرى وإنما يتصل على مستوى الشبكة المحلية السابنت التي يقع فيها الجهاز صاحب عنوان Link Local وهو يبدأ بـ E 80 هذا الجزء هو الخاص بـ طبعا عندي هنا 64 bit هنا في المثال فهذا 64 bit هذا الجزء الخاص بعنوان الشبكة والجزء الخاص بعنوان الجهاز يتم توليده من الماك أدرس الموجود على كرت الشبكة الخاص بالجهاز وهو بحجم 48 bit ويتم إضافة double F F E هذا الجزء يتم إضافته وهذا الجزء يتم توليده من كرت الشبكة فيصبح لديه عنوان كامل 64 bit طبعا هو 128 bit 64 رح تكون الجزء الخاص بعنوان الشبكة و 64 bit رح تكون خاصة بعنوان الجهاز طبعا هنا هذي double column يعني الخانات لأن عندي أنا هنا لو حسبناها خانة 2 3 4 إذن هنا هذه خانة وثلاث خانات كلها عبارة عن أصفار يتم تمثيلها بـ double column الأربع خانات هذه من أين جاءت؟ من الماك أدرس والماك أدرس لأنه 48 وإحنا محتاجين 64 فتم إضافة F F F E في المنتصف عنوان الماك أدرس فأصبح لدينا 64 bit خاصة بعنوان الجهاز وبالتالي يكون لنا الـ link local address بحجم 128 bit ومثل ما ذكرنا سابقا 128 bit هو حجم الـ IP عنوان الـ IPv6 بغض النظر عن نوعه هل هو private هل هو loopback هل إلى آخره سيكون بحجم 128 bit الـ subnet mask أو قناع الشبكة عندما نقوم بإعداد IP address لجهاز بيكون تابع له subnet mask قناع شبكة وقناع الشبكة أو subnet mask هي قيمة رقمية متكونة من أربع خانات كل خانة لها رقم من صفر حتى 255 وقناع الشبكة من خلاله يتم تحديد جزء العنوان التابع لعنوان الشبكة والجزء التابع لعنوان الأجهزة في داخل عنوان الشبكة لأن أنا لما أرى IP address لازم أعرف أنه منقسم إلى جزءين جزء اللي هو خاص بعنوان الشبكة وجزء خاص بعنوان الجهاز في داخل هذه الشبكة لدينا ثلاث تصنيفات لعناوين الـ IP على مستوى الإصطار الرابع والذي يتم استخدامها لعنوانة الأجهزة فلدينا الـ Class A و B و C هذه الثلاث تصنيفات اللي تستخدم لعنوانة الأجهزة في داخل الشبكة أو لعنوانة المواقع والأجهزة الموجودة على شبكة الإنترنت وبتمتلك قيم تلقائية فلدينا على مستوى الـ Class A 255-03 وعلى مستوى الـ Class B 255-255-02 وعلى مستوى الـ Class C 3-255-0 طيب ما المقصود بذلك؟ يعني كيف أعرف من خلال الـ Subnet Mask أن هذا العنوان جزء منه هو لعنوانة الشبكة وجزء لعنوانة الأجهزة في داخل الشبكة أنا لما أشوف 255-03 احنا عندنا الـ IP Address بيتكون مثله مثل الـ Subnet Mask بيتكون من أربع خانات فبالتالي لما أشوف 255-03 أعرف أنه جزء واحد هو مخصص لعنوان الشبكة اللي هو 255 والثلاث أصفار هذه لعنوانة الأجهزة في داخل الشبكة لما أشوف 255-02 فأعرف أن العنوان الـ IP مقسم إلى نصفين نصف يعني خانتين راح تكون لعنوان الشبكة وخانتين لعنوان الأجهزة في داخل الشبكة لما أشوف العنوان ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين للـ Subnet Mask الخاص به صفر فأعرف أنه فيه ثلاث خانات من العنوان الـ IP هي تابعة لعنوان الشبكة وخانة واحدة تابعة لعنوانات الأجهزة في داخل هذه الشبكة هذه الـ Default Subnet Mask أو القيمة التلقائية للـ Subnet Mask ويطلق عليها أيضاً Classful Subneting ومن خلالها بتحدد عدد الأجهزة في كل عنوان شبكة فعندي على مستوى الـ Class A لأنه عندي ثلاث خانات لصالح عنوانة الأجهزة في داخل الشبكة فبالتالي كل عنوان شبكة ينتمي إلى الـ Class A أو التصنيف A راح بإمكاني أن أنا عنوان 16.777.216 جهاز في داخل عنوان الشبكة التابعة للـ Class A بما أنه يعطي خانتين لصالح عنوانة الأجهزة فبالتالي كل عنوان شبكة يتبع الـ Class B راح يعطيني 65.536 عنوان للأجهزة في داخل هذه الشبكة أو في داخل عنوان الشبكة الـ Class C بما أنه يعطي خانة واحدة لصالح عنوانة الأجهزة فبالتالي كل عنوان شبكة ينتمي إلى الـ Class C راح يقدم لي عنوانة أجهزة بعدد 254 جهاز نلاحظ هنا على مستوى التحديد أنه Class A و Class B كلاهما بيحتوي على عدد كبير من الأجهزة التي لا تستخدم عملياً في شبكة واحدة وكذلك أحياناً حتى في الـ Class C مما نضطرنا لنقسم إلى فيلانز وكلما قللنا عدد الأجهزة في داخل الفيلان كلما كانت الشبكة راح تكون أسرع فبالتالي هذا يؤدي إلى إهدار العنوان العامة أو الخاصة لذلك يوجد لدينا عملية رياضية أو عملية حسابية تسمح لنا بعمل تقسيم لعنوان الشبكة الواحد إلى مجموعة عنوين شبكات أصغر في عدد عنوين الأجهزة مما يصبح لدينا الـ Classless Subnetting ويطلق عليها أيضاً الـ Classless Routing والـ Classless Inter-Domain Routing اختصارها CIDR والعملية الرياضية تأتي بنوعين هما تابعين لبعض فعندنا الـ Subnetting والـ VLSM والفرق بينهما أن الـ Subnetting يقوم بتقسيم عنوان الشبكة إلى عدد من العناوين متساوية من ناحية عدد عنوين الأجهزة أما الـ VLSM فمن خلالها نستطيع إيجاد عدد عنوين أجهزة مختلف في كل عنوان شبكة والذي تم تقسيمها من عنوان الشبكة الرئيسي الـ CIDR Notation هي طريقة أخرى لتدوين أو كتابة الـ IP Address مع الـ Subnet Musk فكمثال أنا عنوان الشبكة 192-168-5 أو عنوان الجهاز عفواً هذا مو عنوان جهاز 192-168-5-5 عندي ممكننا نكتب الـ Subnet Musk بهذا الشكل 255-255-255-0 يعني أنا عندي 192-168-5 هذه الثلاث خانات خاصة بعنوان الشبكة وخمسة هو خاص بعنوان الجهاز بالإمكان بدل ما نكتب 255 ثلاث مرات صفر بإمكاننا من خلال الـ CIDR Notation أن نكتبها بهذه الصيغة 192-168-5-5-S-LASH-24 طيب السؤال هنا طيب الآن السؤال هنا الـ CIDR Notation كيف جاءت بـ S-LASH-24 لماذا قيمة 24 الجواب أنه أنا عندي أربع خانات للـ Subnet Musk كل خانة هي عبارة عن ثمن خانات بيكون المجموع ثمانية ضرب أربعة ثنين وثلاثين يعني حجم الثنين وثلاثين بيت هو حجم السبنت Musk فبالتالي بما أنا عندي ثلاث خانات فرح نجمع ثمانية زائدا ثمانية زائدا ثمانية هيكون الناتج أربعة وعشرين لذلك كتبنا سلاش أربعة وستين إشارة إلى قيمة السبنت Musk واللي يكتب بطريقة الـ CIDR Notation في الـ IP في الاسطار السادس لعناوين الـ IP تم استبدال الـ Subnet Mask بما يدعى بـ Perfects ويختصر أحياناً كلافظة نقول Perfects وهو مثل كتابة الـ Subnet Mask في الـ IPv4 بطريقة الـ CIDR Notation فمثلاً عندي العنوان هذا الموجود أمامنا هذا عنوان IPv6 بنكتب هنا لشان نحدد الجزء الخاص بالشبكة بنكتب سلاش وبعدين هنا تم كتابة 64 ماذا يعني ذلك؟ يعني 64 بيت والتي تعادل عندي ثمان خانات راح تعادل أربع خانات لأن إجمالي عنوان الـ IPv6 هو 128 بيت فلما نقول 64 بيت فمعناته نصف الـ IPv6 أو الـ IPv6 نصفه هو عنوان للشبكة والنصف الآخر هو عنوان للجهاز إذن وظيفة الـ Subnet Mask هي أننا من خلالها بنحدد الجزء الخاص بعنوان الشبكة ولما نحدد الجزء الخاص بعنوان الشبكة عندها الباقي راح يكون هو الجزء الخاص بعنوان الجهاز في داخل هذه الشبكة Subnet Mask بالإمكان أن يكون Classful يعني أو اللي هو القيمة التلقائية بدون ما نغير عليها اللي هي 255.30 و250.00 أو 355.00 حسب الـ Class A و B و C وقد نقوم بالتغيير عليها بحيث نحن نقوم بتقسيم عنوان الشبكة الواحد إلى عدد من العناوين عدد من العناوين الشبكات بحيث نحن نستغل الإي بيهات بدل ما تكون مهدورة وذلك من خلال Subneting اللي راح يعطيني مجموعة من يعني مجموعة من عناوين الشبكات ولكن عدد الأجهزة كعناوين راح تكون بقيم ثابتة مثلاً في كل عنوان راح يعطيني كمثال يعني ثلاثين العنوان الثالثة يعطيني مثلاً عشرين وهكذا فأنا عندي هنا من خلال الـ VLSM أنا أجري عملية Subneting أكثر من مرة بحيث تعطيني عدد عناوين مختلف في كل عنوان شبكة بالنسبة للـ IP طبعاً ذكرنا أن الـ CIDR Notation هي طريقة لكتابة الـ Subnet Mask بدل ما أكتبه مثلاً كمثال ثلاثة مئتين وخمسة وخمسين صفر أكتبه بـ slash 24 هذه الطريقة هي مستخدمة في الـ IP الاسطار السادس ولكن بمصطلح آخر وهو الـ Perfect ودائماً بيكون الـ Subnet Mask ملازم للعنوان الـ IP Address لأنه لو قمنا مثلاً إعطاء IP Address لجهاز ما في داخل الشبكة ولم نحدد له الـ Subnet Mask فلن يتم القبول ما رح تكون إعدادات الـ IP كاملة لابد من أن يكون الـ Subnet Mask مرادف لعنوان الجهاز إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته